أي علاقة تربط بين الإنتاج البرامجي في التلفزيونات العربية وبين المنصات الرقمية؟ هل هي علاقة تكامل أم تنافس وتهديد؟ أسئلة وجدر أثاره خبراء ومهنيون في قطاع الإعلام من عديد الهيئة العربية خلال ندوة صحفية نظمها اتحاد إذاعة الدول العربية العلاقة هذه فيها العديد من المزايا ومن الفرص التي تقدمها المنصات للتلفزيون وليس للتلفزيون فحسب أيضا للجمهور وللإنتاج في حد ذاته والمضامين لكن في المقابل العلاقة هذه فعلا تطرح العديد من التحديات أمام التلفزيون وتطرح العديد من المشاكل وهي أيضا تعمق العديد من المشاكل التي موجودة هي موجودة قبل المنصات لكن المنصات تعمقها هنا نتحدث عن قطاع الإعلام يتخبط في مشاكل يعني عالقة قديمة مالية سياسية هيكلية ما إلى غير ذلك بقدر ما تكون التكنولوجيا يعني بمثابة اللعب عليه هذه المنصات لا تشكل خطر على التلفزيون كذلك أن التلفزيون يقوم بمهام لا تقوم بها المنصات الرقمية له أدوار معينة مثل الدور التثقيفي ودور الفعاليات الاجتماعية والثقافية كذلك النقل المباشر لكل النشاطات التي تقام في داخل البلدان لذلك لا أرى أنها تشكل خطر على التلفزيون جملة من التحديات والرهانات المفروضة على الهيئات العربية تناولها الخبراء بالنقاش من بينها إشكالية التمويل والتشريعات إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمضامين وصناعة المحتوى والجودة التحدي المضمون وتحدي المحتوى من أكبر هذه التحديات لأن التكنولوجيا هي موجودة وقائمة التكنولوجيا تتطور من يوم إلى آخر ونحن مجبرون على مواكبة هذا التطور اليوم بالذكاء الاصطناعي أصبح مطالبين بأن نشتغل أكثر وأكثر على تجويد المحتوى على أن يكون هذا المحتوى مطابق لتطلعات الجمهور لأنه معاش هو جمهور متلقي هو جمهور متفاعل هو جمهور عن دوراي جمهور يطلب أشياء محددة لا يمكن أن نخفل عنها وقد خلوصت نقاشات المشاركين إلى ذرة زيادة وطيرة الإنتاج العربي المشترك وتنويع المحتوى بما يمكن من الاستفادة الكاملة من المنصات الرقمية